بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث في موضوع من أهم موضوعات علوم القرآن وهو أسباب النزول أسباب نزول القرآن الكريم وكنا قد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن تعريف أسباب النزول ثم بينا طريق معرفة أسباب النزول وهو النقل عن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وكذلك عن التابعين بالشروط أربعة ذكرناها فيما مضى ثم تحدثنا عن تاريخ أسباب النزول وبعد ذلك ختمنا بأهمية أسباب النزول وعناية العلماء بها وفي هذا اللقاء إن شاء الله نتكلم عن أسباب عن فقرة أخرى وموضوع آخر يتعلق بأسباب النزول وهو فوائد أسباب النزول فوائد معرفة أسباب النزول طبعا تكلمنا في الدرس السابق عن الأهمية من حيث العموم واليوم نتكلم عن بعض الفوائد على وجه التفصيل تكلم العلماء عن هذه المسألة وأوردوا عدة فوائد لمعرفة أسباب النزول ومنها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى بالنسبة لنا كمؤمنين بالقرآن لا نشك في هذا لأن هذا جزء من عقيدتنا وإيماننا بالقرآن الكريم أنه كلام الله المنزل منه سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لكن هناك من يشك في هذا من الكافرين والملاحدة والجاحدين فمن خلال معرفة أسباب النزول يتبين لنا نحن حتى نكون على بينه ويقيم بذلك ونستطيع أيضا أن نقنع الآخرين ونبين لهم أن القرآن نزل من الله تعالى كيف؟ يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه وصول في التفسير لما تكلم عن فوائد معرفة أسباب النزول ذكر هذه أول فائدة طبعا بدأ بقوله معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها ولعل أطلعكم على ما أورده الشيخ رحمه الله حتى تجمع بين السماع والقراءة طبعا أنا في بهذه الطريقة يعني حتى تتعلم هذه المهارة أرجع إلى المكتبة الشاملة التي تحتوي على عشرات الكتب ومن ثم أفتح على الكتاب الذي نريد وعلى اليمين هنا فهرس الكتاب فنفتح الفهرس ثم نذهب إلى الموضوع الذي نريد وهو أن نزول القرآن ابتدائي وسببي تكلم في مسألة فوائد أسباب النزول فقال كما ترون الآن فوائد معرفة أسباب النزول قال رحمه الله معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها ثم أول فائدة ذكرها هي الفائدة التي ذكرناها لكم فقال بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الجاحدون أو كما يقول الأفاكون بأنه هو الذي يأتي بالقرآن ما احتاج أن يتوقف عن الجواب أو أن يسكت لأنه خفي عليه ما يحتاج إلى بيان طبعا مثل رحمه الله للأول الذي هو السؤال بقوله مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا قال فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية طبعا هذه آية واضحة فأمسك سكت لو كان الجواب عنده أو يعرفه أو القرآن يستطيع أن يأتي به من عنده ما توقف ومثال الثاني أن تقع حادثة فيخفى عليه الأمر قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل المنافقون سورة المنافقون ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل فأخبر زيد عمه بذلك وكان صغيرا زيد بن أرقم فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدع النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفوا وهم كبار والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق يعني لا يتصور مؤمن أن أحد يحلف بالله كذبا والأصل أن يعامل الناس بظاهرهم فأنزل الله تصديق زيت في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه هي الفائدة الأولى من فوائد معرفة أسباب النزول الفائدة الثانية كما ترون أمامكم بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في كتابه الآن في الذكر بيان هذه الفائدة بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه فالله يعتني برسوله ولا شك أن للرسول صلى الله عليه وسلم مكان عظيم عند الله فهو أفضل الخلق وهو أشرفه مكانة عند الله جل وعلا فيبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه ويبين أو يذكر في القرآن ما يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسوءه ويجيب عن الحجج التي قد يكون في عدم الإجابة عنها شيء من الوقيع أو الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني نزلناه مفرقا حسب الحوادث والوقاع لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلة إذن فيه اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده وهنا فائدة مهمة أذكرها لكم تربوية إيمانية منهجية عظيمة النفع أيها الإخوة الكرام وهي أن من أعظم وسائل التثبيت أن يكون لكل واحد مننا ورد يومي من القرآن يقرأه ولا يفرط فيه لأن هذا له أثر كبير في تثبيته ولذلك قال الله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني أنزل له مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلة فهذه تدل على الفائدة ليس للآية هذه سبب نزول يعني ظاهر وإنما طبعا قصتها أن الكفار كانوا يقولون هذا القول فأنزل الله هذه الآية آيات الإفك مثال واضح على ذلك فقد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ما تعلمون من الأذى العظيم بسبب رميه في عرضه وحبيبتي عائشة رضي الله عنها حيث اتهموها واستمر ذلك شهرا فأنزل الله آيات الإفك التي تبين كذب أولئك الذين رموا عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان المحصنة وتبين براءة عائشة فكان فيها لا شك دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤلف فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون الفائدة الثالثة بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم وهذا سبق أن أشرنا إليه في الأهمية وأن ذلك يدل على رحمة الله بعباده وحكمته سبحانه وتعالى وهذا من أعظم الفوائد ولا شك لأنه يعرفنا بالله فهذه القضية قضية مهمة من فوائد أسباب النزول طبعا لها أمثلة ومن أمثلة ذلك ما أورده المؤلف محمد العثيمين رحمه الله في الصحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاله فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث أنه شق عليهم ذلك وأصبحوا على غير ماء فكيف يتوضؤون فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولة وهذا واضح جدا في أن أسباب النزول تبين أن الله سبحانه وتعالى كان يعتني بعباده المؤمنين ويفرجوا قرباتهم ويزيلوا غمومهم وينزلوا عليهم ما يزولوا به عنهم الحرج لذلك في آية التيمم التي في سورة المائدة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريدوا ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه النعم ولا شك أن معرفة هذه الأسباب تجعلنا نتعرف على فضل الله علينا وعلى نعمته العظيمة علينا حيث شرع لنا ما فيه اليسر وما فيه رفع الحرج عننا الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير نكمل بقية الفوائد في لقاء آخر إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا